منذ اليوم الأول للثورة الليبية أطلق سكان بنغازي على هذه الساحة اسم ساحة الحرية التظاهرات التي انطلقت هنا في منتصف شباط فبراير كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت نزاعا مسلحا ما زال مستمرا منذ ثلاثة أشهر كما وجعلت هذا المكان معروفا في كل العالم في ساحة المحكمة في بنغازي يحتفل الناس بحريات لم يعهدوها من قبل اليوم يحتل الساحة المتطوعون وكل من يريد أن يظهر دعمه للثوار الذين يحاربون كتائب القذافي أستطيع أن أقول لكم أن 70 أو 80% من سكان بنغازي الكبار والشبان والأطفال والنساء يأتون إلى هذه الساحة وكل من يأتي إلى هنا يشارك حتى لو جاء لمدة الساعة فهو مشارك رمضان يجوب ساحة التحرير كل يوم حاملا العلم الليبي الجديد القديم منذ بدء الثورة فطبعا فكنا نحن من قبل ثورة 17 فبراير كان ما عندناش طبعا أنت عارف ما عندناش كان ما عندناش عالم لانتماء للوطن لما كناش عندنا هوية بش ننتمو الوطن بتاعنا ف42 عام كنا نحن عايشين في وطن بس بلا هوية يعني بلا عالم فعندما جاء عالم الاستقلال فشعرنا بالانتماء للوطن وساحة التحرير هي أيضا مكان للصلاة والخطب الدينية غذاء للروح والعقل في آن ولكن غذاء الجسد لم يتم تجاهله أيضا كل يوم نعد الشطائر لعشرة ألاف إلى خمسة عشر ألف شخصا ومع تقدم النهار يأتي وقت المراح للأطفال وأيضا تسنح الفرصة للنساء للتعبير عن دعمهن للثورة وفي الغد ستتابع ساحة التحرير روتينها اليومي حتى الوصول إلى الحرية الكاملة مهما تطلب الأمر من وقت ترجمة نانسي قنقر